بسم الله الرحمن الرحيم سفينة الصحراء اللي هو بتحمل الجوع والعطش حيوان لازم نرجع تاني نهتم به يمكن ثقافة العزوف عن أكل الحوم هذا الحيوان هي اللي خلتنا نتراجع شوي لكن في أماكن هو عنوان الكرم وموجود يقول لك كده هاتبح لك جمل معنى كده أنك انت غالي غالي عليه جدا جدا قيمته الغذائية أعلى ده كلامي اللي أنا قريت عنه لكن ربما يكون هناك تفاصيل تاني عن هذا المنتج الأكثر من مهم إزاي نربي كمان الإبل في مصر بيئة طريقة علمية نستفيد منها وتعظيم الفائدة منها لو حابب تعمل المشروع ده خليك معانا في الحلقة دي وهتستفاد أكثر استفادة بالطريقة العلمية عندك كمان إبل إزاي تعظم الفائدة بتاعتها وإزاي تتجنب حدوث لها أمراض كمان إن شاء الله تعالى كل طلباتكم أوامر في بيت الخبرة المرش الزراعي هترد عليها ضيفتي الكريمة فيما يخص سفينة الصحراء الإبل ضيفتي هي دكتورة فاطمة رمضان عبد العزيز باحث بقسم بحوث الإبل بمعد بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعي تحياتي لك يا دكتورة شرف سهلا محضرتك والقناة هو حدوت أصلا الإبل والجمال والناقة وكلها مساميات لنفس الحيوان صح؟ طيب إيه هو أصلا الإبل يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشخاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا أحب أشكر سيادتك على استقبالي وأحب أشكر طبعا الجهود المبزولة من قبل رئيس الدولة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي للمجهودات اللي بيحاول يوفرها للشعب المصري وتوفير اللحوم عن طريق كذا اتجاه فدلوقتي إحنا في ظل التغيرات المناخية اللي العالم كله بيشهدها فكان واجب علينا أن احنا نتجه له حاجات بدائل لنقص الموارد الموجودة الموجودة دلوقتي في العالم اتجاه فطبعا القبل معروف أصلا من زمان أنه هو حيوان القوة والصبر والاحتمال والجلد الناس فيه منه طبعا من العرب وأنهما أنه يبقى ليك من الفخر والعزة والإباء أنه أنه تمتلك عدد من رؤوس القبل وأيانا بقى عن طرق العدب العربي وطبعا بالنسبة للعصر الحديث فيه ناس بيقولوا لا نحن نركبه ونتصور به في الغرب متعة وما يعرفوش أنه هو حيوان زاد صفات إنتاجية من النحية الأولى لأنه ما بي أنت الفكرة في الإنتاج بتديله إيه؟ أو بتقدم له إيه؟ أقل ما يمكن علشان تحصل على أعلى ما يمكن من الإنتاج يعني التربية قليلة التكلفة هو قليلة التكلفة صحيح؟ آه طبعا بالمقارنة بالأبقار والجموس وكده القبل صفاته زي ما قلت لحضرتك اللي هو القوة والاحتمال وده بيتميز بيش شعب المصري صحيح يعني هو شعب المصري بيتميز بصفات ويخذ من صفات القبل صحيح القبل بقى من ناحية الإنتاجية ليه هو أحسن في هذه الفترة بزدات؟ أنه أولا لما بتيجي بتقدم له الطعام أو الأكل اللي هو التغذية اللي بيتمسل أكتر من 80% من المزرعة اللي أنت هتعملها فأنت هو بيأخل أي حاجة آه وبيحولها البروتين ولحمه لبن طيب صفات اللحم واللبن ده إيه؟ يعني عشان برضو الناس تبقى فهم اللحم بيتميز يعني إيه صفات اللحم اللي بيميزه عن البقر لحم الأبقار أو الأغنام التانية آه بزدات صحيح هو بيحتوي على نصف عالية جدا يعني نسبة البروتين تكاد تكون متمثلة طبعا مع اللحم البقي كل العناصر الغذائية الموجودة في اللحم البقي موجودة فيه؟ تمام معايدة اللي هو خاصة العناصر المعدنية الموجودة زي معادة الصوديوم أنصر الصوديوم بيبقى أكتر شوية في النحمة وكلور هو ده اللي بيديله الطعم المالح شوية أو الكبير دا حيانا بيقول إنه هو مثلا أكثر صحيا يعني صحيا لبعض المرضى كمان تاني عن اللحم الحمراء العادية علشان خطر نسبة الدهون أقل صح؟ نسبة الكولوسترول فيه أقل وده مفيد جدا للي بيعملوا دايت والأمراض واللي عندهم أمراض القلب لأنه هو برضو فيه مواد بتساعد على كمان الشفاء يعني غير إنه هو صحي لا ده هو كمان بيساعد على عمليات الشفاء والله يكفي بالآية الكريمة إعجاز وتوصيف في بعضها حتى ربنا عز وجل حكمته في أنه لما قال الآية الكريمة وخصص هذا الحيوان اللي نحن نتدبر فيه مش حتى على شكله الخارجي بس ده جوه إعجاز في السيولوجي تاني مش موجود في حيوانات تانية في الحيوانات الأخرى عشان كده بتحمل عشر تيام في العطش في السقف الصحراء نتيجة طبعا تركيب الدم المختلف وكرات الدم الحمراء والبيضاء ويشرب مرة كل تلات تيام وبيحزن ويبكي ويفرح ويحتضر يعني الجمل فيه حاجة عاطفية شوية لما نيجي بقى بنشوف المرابين إزاي هيتعاملوا معي أو أنا كمرابي فيه ناس بتخاف منه طب إزاي بقى هستاذينك نمسك الحدوتة من الأول تفضل وندردش كده ونبدل أدوار حضرتك وأنا مكان المشاهد أنا عايز ربي قبل أعمل إيه رقم واحد أول حاجة طبعا أنت بتحدد الأرض اللي أنت هتربي فيها الحيوان ده تمام الأرض دي أو المزرعة إحنا بنقول يعني في حدود دي 2 فلدان المينمم أنت تبتدي بمينمم 2 فلدان ما تقلش عن كده لأن الجمل بياخد 20 متر الجمل الواحد شوف بقى عدد الجمال اللي أنت هتربيها هو الواحده بياخد 20 متر عشان يعرف يتحرك فيه الجمل بيحب طبعا المشي لأنه ده حياته ممكن يمشي 50 كيلو ده المينمم برضه يعني هو فلازم يبقى المرعة كبيرة أو المزرعة تبقى كبيرة تمام من صفات الجمل إن هم برضه في عمليات إنشاء المزرعة إن أنت مناطق الشرب هو مش زي البقرة اللي هو بيقعد على الحاجة لا هو بياخد حاجة ويمشي ويقعد حاجة ويمشي ما بيقعدش على حاجة عشان كده لما بنشوف الراعي هو ما يعملش رعي جائر الغنم بس اللي بيعمل الراعي اللي جائر لكن هو بياخد من الجراعم وكمان بيخلي النبات بيشجعه إن هو ينمتان صح فده حاجة عظم يعني من عقيم كريم كريم سبحان الله آه نيجي بقى إزاي بقى نكمل إزاي بقى تعمل النزرعة أول حاجة زي نقطع حاضر إن إنت بتختار الأرض وطبعا لازم يعني يستحسن تبقى صح رواية طيب هتجيب النبات منين واللي هتعمل إيه والتسميد والزراعة والحاجات دي إحنا دلوقتي فيه تريند تاني في القسم القسم الحوص إنتاج القسم الحوص القابل آه مع بعض الزملاء بنعمل حاجة عن عظمة الاستفادة من النباتات الصحراوي آه ليه بقى إحنا عايزين طبعا بندور على الحاجات اللي هي ببلاش تدينينا فلوس صحيح فطيب هزاي ففي نباتات بتطلع لواحدة ولا محتاجة تسميد ولا محتاجة طرق يعني مش محتاجة أي مجهود منك ولا فلوس ولا تكلفة وهي بتطلع طبعا والجمل بيحبها جدا وبياكلها طب يبقى أنا كده بوفر فين بوفر في التغزي صح طيب أنا دلوقتي هاربي ذكور ولا هاربي نوق ولا هعمل مزرعة متكملة من النوق والحيران والإيه والذكور طبعا لو أنت على حسب نوع المزرعة اللي أنت عايزة وهدفك منها تسمين بزاق أنت عايز تسمين ولا عايز مزرعة إنتاج لبن وده اللبن ده سيكشن تاني لوحده من الإعجاز العلم سبحان الله وده مهم جدا يعني يبه هدفك من المزرعة بناء على أنت بتختار السلالة أو بتختار طريقة آه بالنسبة بقى للسلالات آه تمام حلو حضرتك لأنا حضرتك عشان إتجيت علي الجرح أنا من أنصار طبعا السلالات المحلية وتحسنها تمام يعني إحنا وظيفتنا كباحثين نحن نحسن نحسن من السلالات المحلية الموجودة تمام وطبعا الترين دلوقتي لما نجيب سلالات أجنبية وكده فده عشان معظمة الإنتاج وإن إحنا نغطي بيها الفاكل أو الإنتاج آه الفاكل ما بين الطلب والإنتاج أو الموجود يعني يعني إحنا دكتور عندنا سلالات خاصة بينا آه كعرب ولا كمصريين كمان جوه يعني آه عندنا سلالات مصرية أيوة إحنا عندنا سلالات مصرية من الإبل طبعا المنتشر دلوقتي هو الإبل السوداني والصومالي بس دي مش بتعيدنا ده الشاهد بقى من كلامي اللي كنت حابي بقوله يعني آه طيب وفيه طبعا سلالات العرغية وديه يعني بيعتز بيها العرب جدا ده جالية جدا زي الوضحاء دي وفيه عندهم سلالات أقوى وجميلة جدا وهم بياخدوها من ناحية الفخر والأدل ولكنه إحنا قلنا إيه حيوان إنتاج من الناحية الأولى تمام فمفروض نتجه اتجاه جا كامل كامل للإنتاج الإبل ده آه تمام صح فإزاي بقى زي ما أنا بقول حديك فيه أكتر من سكشن إحنا لوقتي هنتج تسمين تمام فيبقى إيه زكور مش هنخش عن نوق تمام النوق دي للإنتاج وتربية النوق والألبان إنتاج للألبان وتربية الحران وكده معاه لأن الحور سبحان الله أو الناقة ما بتعرفش تنتج لبن غيره وبنها معاه برضو جزء عاطفي تاني عاطفي جدا الجمل عنده نسبة زكاء يعني إحنا بنا أعلى نسبة زكاء في الحيوانات هو الجمل ليه بقى؟ لو أنتم خدت فالكو هتلاقوه بيمشي مسافات كبيرة جدا ويرجع لنفس مكانه تاني الله طب أنتم قلتم ممكن يسيب أثر لأ ما بيسيبش أثر لأن الصحرة فيها إيه؟ رياح وأتربة اللي هو الرمال يعني فالتمسح الأثر طب بيرجع إزاي؟ فطرة بقى يا ربك سبحانه وتعليم صحيح يعني أنا بتكلم إنه هو نسبة زكاء الجمل عالية جدا فديه المفروض نحن نحترم فيه الحتة دي ونبتدي ناخد منه اللي احنا عايزينه طب عدد السلالات اللي موجودة هنا في مصر كافية برضو نحن نعظم الفايدة بتاعتها تاني ونجودها تاني بحكم البحيسين والسواعد المحترم زي حضرتك الموجودين في هذا المعهد البحسي الأكثر من المهم نقدر نرجع لها نخللها لها رواج تاني وقوة تاني تعادل مثلا الأبقار والأغنام أوه بوص حضرتك أوه بالنسبة للإنتاج اللي أنا بقولها ديك عليه أوه السلالة المغربية ودي معروفة من غسل التجار والنيس اللي بتربي إبن اسمها المولدة بتبقى صغيرة في الحجم شوية بس لحمتها بتتميز بلحمة جيدة جدا واللبن بتاعه جيد جدا دي اسمها السلالة المغربية ودي موجودة في السحن الشمالي كله وابتدت تتعرض لإنقراض دلوقتي يعني ابتدت الأعداد تقل بشكل إيه؟ موحوظ ودي رسالة بوصلها للعرب اللي موجودين هناك عملية الرعي في نظم التربية يعني هم رعي اللي هم بيسيبوه رعي اسمه او الرعي المفتوحة فده بيقلل وبيزود من نسبة النفوق خصوصا في النوق العشر تمام؟ فأنا بكتلم دلوقتي إن السلالة المغربي دي سلالة مهمة جدا ليه؟ لإن زي ما قلت حضيرك التقاسي بتاعها كويس جدا العملية يعني بتجيب ولادة كل سنة إحنا عندنا في المحطة دي محطة تعتبر متميزة على مستوى العالم على فكرة مركز دراسات وتنمية الإبل بمطروح هي يعتبر المركز الوحيد المتخصص في إنتاج وتربية الإبل لإنتاج اللبن اللي هي المغربية تمام؟ أما في الدول الكبيرة زي الإمارات والدول الشقيقة يعني طبعا هم عاملين نظام مقفول مركز وبينتجوا كميات كهيلة من اللبن ويحولوه للبن بودر وكيد دي لهميزة ودي لهميزة أكيد طبعا نفسي كل تركيب مختلف طبعا عن الأخ بس أنا بتكلم عن أن تركيب اللبن الإبل النغربي أو المولدة زي ما التجار والناس مسمينها طيب أنا رايح خلاص الفكرة استهوتني وحابب أبدأ أعمل المزرعة اتكلمنا على الأرض والمساحة اللي هي حد أدنى حوالي 2 فدان أجيب ألف به أجيب السلالة بتاعت منين والإرشادات الخاصة بالسلالة يعني أنسب سلالة تمشي في مع ظروفنا الجوية طبعا أنا عشان أنا يعني فيه دعم شوية مني للسلالة المغربية لو عرفته عشان نعمل لها إكثار يعني معظمة إنتاج وإن إحنا نلحق إن إحنا نجمع هذه السلالة عندنا في مصر طبعا نبتدي بالسلالة المغربية طبعا عندنا في المحطة أنا هجيب من مصدر موسوك منه ومعروف زي المحطة المحطة عند حضراتكم بكبير إحنا ما عندناش الإنتاج اللي هو يشمى اللي إحنا نوزع منه طبعا أنا هجيب منتاجر برا أنا بوضح الصورة للناس أنا بحاول إن أنتم جمعوا السلالة المغربية طبعا فيه اللي هو السلالة السوداني اللي هو سريع بس طبعا بيتمالس سريع من ناحية الإنتاج واللحوم لا موجود يعني موجود كتير منه منتشر كتير جدا منه السوداني وبيبقى سهل في التداول هو راح فين دكتور اللي هو أبو صنمتين اللي هو العرفاء كده اللي مش عرفاء هتحصصك ده اللي مش عرفه لا أقول حضرتك الجمل فيه عندنا جنم نوعين فيه جنم ذات سنم واحد اللي هو وان هامد وده الجمل العربي ماشي وفيه اللي هو ذات السنمين وده تلاقيه في تركيا وفي دول دي ليه فوات تانية ولا هي بتبقى شكل؟ لا بس الجمل العربي أقوى بكتير في كل المواصفات والمواصفات الإنتاجية والمواصفات اللي هي الطبية اللي موجودة في اللحم واللبن عامل جمل زو ايه؟ زو السنمين بالنسب تتفاوت يعني واحد من عشرة الفرق هي معادلة هي دايماً عشان احنا يعني سوء اقتصادي حر ففيه نظريت العرض والطلب بمعنى أنا دولاتي يعني ده شهد من كلامي عزوف الناس عن إن هي بتاكل لحم الجمل وده واقع لثقافات مختلفة تانية أو عدم إنه فاهم إن هي ليه فايدة فبالتالي المرب مش هيلاقي عرض ليه أو هيعرض بتمن مش اللي هو ما هو دلوقتي بقى عشان الثقافة تغيرتك؟ نعمل إيه بقى أنا بستسمي وجود حضرتك معانا نفاهم الناس إن هي لحمة وزي ما قلنا كده لها فوايد ويهو آه طبعاً هي مفيدة جداً للجسم والأمراض القلب خصوصاً أنت عايز تقي نفسك من أمراض القلب يعني بتاكل لحمة قبل عايز كمان في دراسة عن الايدج الايدجنج اللي هو اللي هو العجز يعني اللي هتلاقي لو انتم خدتوا بالك بردو إن العرب اللي بيتغزوا على اللابن واللحوم بيتجاوز عمرهم لـ 120 سنة آه آه يعني ده اللارينج آه فأنا بتكلم في حاجة دلوقتي إن القبل صحي لدرجة إنه هو يعني الناس كلها دلوقتي تقاف فبتدت تتغير وخصوصا كبدة الجمل دلوقتي يعني قبل ما اجل حضرتك فيه عملت سيرش كده بسيط كردسة بتعتبر من أهم المناطق اللي بتوزع لحوم القبل والكبدة وعملوا فرع كبير جدا لبيع الكبدة الجمل أنا بكرة هي لها زبنها وحتى لحمة الجمل طبيعي دي زبن اللي مستهوي لأن الناس بقت صحتها أفضل كل ما ديكوا كبدة جملي كل ما صحتك تبقى أفضل ومش يفرق بقى موضوع اللي نزيد ربع ساعة تسوية تاني لأن اللحمة بتاعته أنا بقى أنا مش بسمع نعم أنت بتاخد فايدة وطعم بقى وحاجات فيعني مختلفة عن أن أنت دلوقتي الجمل دا يعتبر الانتاج العضوي الأوحد في اللحوم لأنه فيه ناس بنتصقش فيه طبعا أنا مع الاعتذار طبعا للناس منتجين الأبقار وكده عشان إحنا في موسم كل سنة وكلكوا طيبين يا رب موسم الأضحى طبعا فإحنا أنا بتكلم أنه هو فيه ناس بيتغش ما تقدرش يتغش في الجمل بمعنى يعني ممكن ناس بتحقين هيرمونز ممكن تأكلوا أكثر غريب الجمل ما بيقبلش اللي هي متخلات وحتى لو هم حانوه باللحمة التضغية طب هو مش بيصيبوا بعض الأمراض بيصيبوا طبعا بس الفكرة في إيه أن الجمل عنده مناعة قوية جدا وعنده أجسام مناعية مش موجودة برضو في الأنواع الفقريات الأخرى تمام؟ ودي بتعمله زي حاجة صد ما بين الفيروسات المنتشرة والأمراض البكترية الخطيرة هو يوم ما بيتصد يعني الجمل بيموت بيخلص يعني هو مش هيؤد زي برضو حتة تانية اللي هي حزنه شديد ممكن يحزن لدرجة أنه هو يموت على صحبه يعني سوري يعني الكلب مثلا بيبقى الناس كلها فرحانة بالكلب ووفاء وكده مش هتلاقي أوفى بقى من الناقة الجمل أكثر وفاء حضرتك بيتكلم بحمي عنه يعني بخطة معتل المعيشة وطبعا أفاكر حضرتك النقة القصوى بتاعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكنت خيئة سبب في بداية المسجد النبو يا يوبنا أنا بتكلم في إيه أن النقة لما بتحب صاحبها بترتبط بيه جدا والناقة كمان خلي بالك عمرها الإنتاجي بيبقى أعلى من الأفكار عندنا ناقة في المحطة كانت وسط لأربعين سنة ولسه برضو ولسه بتدي لهم بس هو عمر مش عارف الجنين بين أو المسمى العلمي بتاعه إيه بياخد سنة وحاجة لحد ما يبقى كل لأ يعني سوري النقة اللي عندنا عندها عشرين سنة عشان بصدل عشرين سنة أو عشرين سنة كتير عشرين سنة يبقى فيه إنتاج عشرين سنة ده برضو حاجة مفرحة تخلي أني لسه مزال إنت دوقتي ممكن إحنا بيشتغل عليها اللي هو العملية الإيجنج اللي أنا بقول عليها دي لأنه طب هي كمشروع ومجموعة من الشباب أو الناس حضرتك إيه هي التحديات بتاعته يعني مخاطر المشروع وبعدين نتكلم تاني نرجع تاني للمزايا آه تمام إيه خدوا بالهم من إيه واحدين تلاتا إن إنت تعرف تتعامل مع الجمل كمعاملة بس بس ولا معاملة في التربية لأ طبعا إحنا بني دي دورات تدريبية وإرشادية في المعهد بيقدموا زي تعمل إيه تعمل خلطات وتعمل التحصينات وتشوف أول ولادة زي والحملة والحاجات دي والطرق الإنتاج اللي هي خطوات الإنتاج دي سهلة لكن أنا بتكلم على إنها تتعامل مع حجم كبير طبعا الحجم الكبير اللي بقولها حاجة عليه ده اسمه في السلالة الصومالي السلالة الصومالي بتتميز إن هي يعني كبيرة جدا فطبعا إزاي بقى بيتحكمه في الحجم ده كله بقى بيروضه بيروضه بس هو فيه سيكشن كده صغير كده حبيت بورتكة اللي هو بيستخدمه العصى الجمل الجمل لو أنت غلط وبتضربه فهو بيحصل إيه خلاص أنا تعلمت إن ده غلط مش هعملوه بس لو أنت ضربته من غير ما يعمل حاجة غلط هيعيط بنشوف إحنا فيديوهات صراحة فيها دموع ليه أنت ظلمته يقول لك الجمل برك الجمل ويفضل كمان رد فعل ليه زعله يوعد ساعة واثنين وثلاثة مية كل شي ويخزن لك يعني هو فعلا كلمة يقول لك أنت بتخزن زي الجمل ما نقول لك الشعب مصري كده صحيح وإن بنصحون يبعد كمان عنه في الفترة دي أيوة لأنه أنت كده أزيته نفسه هو ما عمل لكش حاجة فأنت بتضربه ليه وعرف إن هو غلطان مثلا وأنت ضربته عشان تقوله أعطي أمشي أتب حضرة شفت ده في ليبيا كنت في ليبيا فشايف إنه هو كان في حالة زعل فقال لك يبعد عنه دولوقتي وعشان يقومه تاني جاب له جمال تاني وحطله الأكل بمسافة وخد 5-6-7 ساعات لحد المقام يعني التحدي الأول إزاي تاخد قبل ما تروح تربي لازم تتعلم إزاي تتعامل مع الحاوي تتعامل معنا بالنسبة بقى الأكله لو أنا هعمله في مزرعة ومعنديش بص بقى بالنسبة بقى عشان أوفر بقى في الدرة والعلاف والغالية جدا دي إحنا عندنا حاجة زي مخلفات البلح واللي هي الطمر والبلح وتفل الزتون من المعاصر وعندنا النباتات الصحروية وعندنا يعني في مخلفات كتير طبعا بحث مخلفات ما شاء الله عنده متنوعة جدا من الخلطات اللي هي طب أنا هاخد من حضرتك المينيو ده ولكن أستاذينك ناخد مشرفنا من أهلنا من إنا الحج اسمعين أهلا بيك وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بصمحت مخلصة أتعلم الدكتورة سامعك سامعك الدكتورة تفضل تفضل لا يخليك مجرح سامعت حضرتك إيه مواصفات جمل التسميم إزاي أختار الجمل اللي هو أنا أشتغل عليه ويديني أعلى إنتاج بخصوص موضوع التسميم تفضل بخصوص موضوع السن أو العمر اللي أبتدي منه سنه كامل حاضر هتسمع الإجابة دلوقتي وبرضو بالنسبة لموضوع الأعلاف يريد توبع إنا الأعلاف اللي بتجيب أعلى إنتاجية تحت عمر برضو سؤال في قمة تحت عمرك ربنا أترحك البركة إن شاء الله تعالى قمة الزكاعة أوهو ده محور الموضوع آه تمام إحنا بنيبتدي التسميم لو إحنا هنستمن زي ما إحنا قلنا أولا إحنا هنجيب إيه الجلجانس الزكور على عمر يعني نبتدي من عمر إيه أربع سنين أربع سنين آه ونوصل بيه لخمسمائة وكذا فالموصفات بقى يفضل مش قبل الأربع سنين يعني يعني إحنا نبتدي برضو نفهمهم ليه ده بسط هو بيخش سن التلقيح وبنقول عليه جدع آه إحنا في مصر بنقول آه جدع انت جدع آه مش عارف إيه صح جدع ده بيطلق على الجمل اللي هو الشاب اللي بنقوله اللي هو لسه يبتدي آه حاي يكون بقى لحوم وقوي في عزف من سنه أربع لخمس سنين آه بنقول عليه إيه الجدع تمام تمام آه فإحنا نبتدي من عمر التسمين من أربع لخمس سنين آه علشان بيبقى وصل لوزن يعني خلاص وصل لمرحلة السبات اللي هو بقى خلاص آه دخل في موضوع التلقيح آه وابتدى يحمي اللحم يعني تمام طيب القوائم بتاعته القوائم كل ما تبقى عريضة آه كل ما هيحمي اللحم تمام تمام ده الموصفات بداية الموصفات آه آه دي موجودة فين بقى موجودة في القبل الصومالي خوان بتاعته عريضة وطويلة تمام فدي بيحمل يعني وزنه ممكن يوصل 700 كيلو آه تمام فطبعا نسبة اللحمة هتطلع معاه آه أكتر أكيد أكيد ممكن يوصل لـ 250 كيلو آه أو أكتر تمام آه بالنسبة للإيه الخلاطات آه اللي احنا المفروض نقدمها وبيتجيب أعلى إيه آه تسمين طبعا إحنا بدأ للدور المفروض طبعا عرف المركز آه وعرف رافج أو المالك أو اللي هو زي الدريس آه فإحنا نبتدي آه لو أنت عندك دريس هو كافي جدا اللي فيه نسبة بروتين عالية آه لو أنت عندك دريس بس آه آه في التغذية تمام الدرانات طبعا الدرانات بتطلع بسهولة يعني مش محتاجة ومتوفرة هتلاقي سعرها أرخص آه لو أنت زرعتها حتى ممكن تعمل صح في علف البنجر العلف آه آه يعني ده برضو ده واحده العروش سوري العروش كمان عروش بنجر آه البنجر عروش البنجر آه يا بتدي إنتاج عالي جدا ده بقى في التسمين في الخلفان وفي الآيه وفي القبل جمع تمام يعني عشان بس العروش البنجر دي آه بقت سحر التسمين دلوقتي لكن بجانب آه يعني ده جزء أساسي لكن ممكن يكون فيه تركيبة تاني زي ما حضرتك فيه آه يعني احنا مثلا العلف المركز اللي احنا ده بنيديه للعشر والنوق العشر اللي هي خلاص على ولادة وعايزين لبن وإنتاج فطبعا بنزود 20% من خيمة لكن بالنسبة للتسمين آه يعني ايه احنا المفروض لو ما فيش بقى دوره ويعمل فينش كبير قوي يعني لو انت معاك فلوس هو انا مفروض لو انت مش معاك فلوس صح فانت هتبتدي تغزي على البلح المخلفات البلح ده فيه نسبة كربوهيدريت زي الدورة ده بديل جيد جدا للإبل ولو عندك تين شوكي وده بحث احنا لسه عاملينه تين الشوكي بيدي معدلات موه هايلة ليه بقى؟ عشان فيه شوك والجمل بيعشق بحابب ده اه انت كده عربتله المسافات كي انه ما تغربش يعني الواحد لما بيحب حاجة بيدوس فيها صحيح فهو الجمل بيحب الشوك يعني كل ما تديه له يعني انت لو زرعت تين شوكي انت كده معاك الجمل التسمين هيبقى نسبته عالية جدا تمام استاذنك مشرفنا من اهلنا من البحيرة الحج صابر اهلا بيك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ليك يا دكتور الحمد لله ازاي حضرت بصباح تعود نسأل عن الجمل افضل انون للتسمين فيه مغربي ومشريعي وفيه السيداني وفيه الصومالي ايه حضرت هذه النارة في الافضل انون في التسمين تمام حضرت واحنا عندنا هنا في جو البحيرة الجمل انون الافضل ايه تمام تمام هتسمع الاجابة تحت امرك حاضر تمام اه فعلا هو ممكن يختلف مثلا في الصعيد عن البحيرة عن مطلوب ولا الجمل عشان قابل لكل ايه كل منطقة وليها طبعا حيواناتها تمام صحيح وليها الحاجات اللي هي ايه ملأمة اه اللي هي ادبتة لل يعني ملأمة للبيئة للبيئة اه فاحنا كل المفروض الشطارة ان انت ما تجيبش حاجة مش متلأمة مع بيئتك صح وتروح تربيها وتصرف عليها الدجرة عشان تديك مش عايق طب وليه طب عندك الحاجة معظمها زبط لها الانتاج النبات ده بيطلع لوحده طب ما انا اجيبه وعمله صفوف وفاقه وعمله من الانتاج بالذات عندك كمان الحيوان نفسه خادم ان هو قابل يأكل اي حاجة اه انا كده بوفر كتير بالنسبة للبحيرة طبعا هيبقى طبع السحل الشعالي اللي هو المغربي اه المغربي بيدي اوزان كويسة لو انت اهتمت بيه بالنسبة للجمل كامل مفترض علشان تبقى العليق او العلف بتاعه متكامل ياخد كم من وزنه يأكل كم كل يوم لهو وزنه قديه ممكن يأكله بقديه ماشي يعني هو مثلا وزنه 350 كيلو او 300 كيلو مثلا يعني هو بيأكل مثلا كام من وزنه اه من وزنه اه يعني ولا عشان تبقى العلف بتاعه متكامل 20% اه 20% اه يوميا اه مفروض تماما بس اه عشان كده انا بزود البلق بتاعة الايه الاعشاب المل اللي هو البلق اللي هو الحاجة اللي بتبقى الملئة الملئة اللي هتمل لان هي سبحانك يا رب بتتحول لبروتين يعني مثلا انت الديت عليقة 16% بروتين تمام اه مهما تديه لو تزود في البروتين هو 12% في المية واللي انت عملته ده بيرجع معان ولا بيعمل حاجة الا بقى لو في حلقة ايه في حلقة انتجية زي العشر او اللبن يعني في حلقة انتجية اه دي بس اللي ممكن ايه تزود معاه شوية يبقى انت بتهدر في البروتين طب هو سبحان الله بيعمل الشغل ده هو بيحول لك الرفج والنوباتات صحراوية ملهاش قيمة غذائية لايه لمصنع انت معاك مصنع بيحول الحاجة ملهاش قيمة لحاجة لها ايه والمفروض تستسمر ده وتستفيد وقيمة غالية كمان لحمة ولبت بس احنا بتكلم عن لحمة اه دلوقتي في التسمين زي ما قلت حقاك اللي هو الايه المغربي او المولدة دي ودي معروفة عند التجار بالطعم الحلو انت عايز بقى عدد كبير فدلوقتي السودان برضو السوداني انا بقول منتشر كتير فانت لو عايز تجرب مثلا معاشرة كده كبدايا اه شوف السوداني بس انا بالنسبالي اما كدكتورة فهمة اما ارشح ان الجماعة تدوا سمينه المغربي علشان الطعم والجودة والحاجات الكويسة احيانا بسمع من اهلين اقولك انا غيرتله المرعى بتاعه الجمل برضو نفس القصة يمشي معي انا لو جايبه السوداني يواخد على المرعى السوداني وده بيتعمل في الابقار والكلام ده صح بيعود شهرين على لا لا الجمل مش بيعود شهرين ولا حاجة انا بادي مثلا للابقار اه لا الابقار دي فيها مشاكل كثير سفينة الصحراء وضفتي الكريمة كانت بكلم بيحمي عن هذا العظيم الجمل اللي هو ثقافة الطعم كان لسه ورده يعني زبالي في الستوديو بيقولوا ناس بتحبها ناس بتحبهاش ده طبيعي ده منطق حياة اللي هو الاختلاف فيه على أزواق ولكن في الاخر خالص الفايدة هي اللي بتفرد نفسها وكده انا قلت بقى لمدير تصوير اسم محمد المعلومة نرجع نرحب بضيفتي الكريمة دكتورة فاطمة رمضان باحث بقسم بحوث القبل بمعاد بحوث الانتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية تحياتي لك نهلا وسهلا مع حضرتك كنا بتكلم قبل الفاصل عن التسمين وعن الطرق التربية الحديثة حضرتك فضلت المغربي وكمان الاختلاف ما بين الأنواع هو جمل حيوان مخلوق يبالازم يصاب بالأمراض ده منطق ربما يكون عنده ميزة تانية خالص حابين برضو ننوه عن الأمراض اللي هي بتصيب الجمال أكتر الأمراض اللي يعني هو أنت بتجيب حيوان أنت بتديله الأول تحسينات أو ما دخله المزرعة يعني إحنا اشترينا شوية جميل عشر جميل مثلا فأنا بعمله حاجة اسمها تحسينات تمام بياخدهم وما بيتصابش بأمراض ولا أي حاجتين خلاص كده طب ما احنا بنسمع عن حمى القلعية عنده وأمراض ودي كلها اسمها تحسينات ده برنامج تحسين تحسين فما تجلهوش ما تجلهوش طب جات له ودي بتيجي جات له طبيب بيطر بقى آه تمام يعني هو يعني دي إداره آه يعني قصد الشهد ده المانجمنت الشهد من الكلام أنه ليه علاج آيوه صح؟ كله ليه علاج تمام بس هو الفكرة اللي أكتر حاجة اهتمام بالنظافة بتاعة المزرعة هو حيوان نضيف آه صحيح كنت عايزة أقول لها ديك عادة الروص بتاعه لو حضرتك خدت بالك هو ما بيرميش حاجة الحيوان ده الروص بتاعه عبره عن كور كده وجاف فده كده أنت كده ما بتلوث البيئة يعني زي الأبقار طبعا الروص بتاعها كبير صحيح وفيه ميسان وحاجات بهدلة وحيوان هادي يعني ما بيطلعش أصوات مثلا أنا عارفة سمانه الصغير ده لا هو بيطلع بيوتر في صوته لكن هو بيطلع صوت بس أصدي مش مزعج لا لا هو فاعد أنه هو عايز يلقح أو كده في موسم التلقيح لا أنت مش هتستحمله أنا بكلم فيه العموم صح؟ يعني حيوان مش مزعج لا هو فيه إمتى آه يعني ساعة التحصينات ساعة عايز تعمل عليه تجارب بتأيده يوم تدايق في ساعة اللي هو الموسم التزاوج بيطلع حاجة اسمها الأولة يعني أنتوا كده لما تشوفوا كده ذكور هتلاقوا فيه حتة كده طلع كيس منتفر معروف المصطلح كبيرة كده فالناس ده اسمه الأولة ده نتيجة إن هو عايز يخش في موسم التلقيح طب سؤال الشائع بيتكلم على بول الإبل هو فعلا ليه فوائد؟ أنا قلتها استفيد يعني في الفترة طبع بصوا جماعة الفترة زمان كان بيتغذى على إيه؟ كان بيتغذى على نباتات صحرية صرف تمام؟ ما فيش أي أنهوع تغذية أخرى يعني ولا دورة ولا علف ولا أي حاجة فده كان العملية البول بيبقى خالي من الأمونيا طبعا كل الأبوال بتبقى فيها أمونيا طبعا هو عنده دورة استعادة الأمونيا في الكليا يعني ما بيستفيد من كل ما هو إن نايتروجين زمان زمان يفضل دلوقتي بلاش هذه الثقافة أنا والله يبدأ عملها بقى إيه؟ بقى صافي لإن أنت دخلته في مرحلة إنتاج عداية دخلته في مرحلة متخلات تانية اللي هي العلف المركز فطبعا العلف المركز ده هيعمل إيه؟ يبقى فيه نسب بقى بتطلع في البول فيبقى خطر جدا إن إحنا نستخدم البول ده في التداوي تمام؟ إحنا ممكن بنعمل حاجة زي مستخلص وده بحث إحنا بنعمله تمام؟ مستخلص من المواد النانونية اللي موجودة قردي في بولي الأبل ودي بنستعملها إن شاء الله لعلاج المرض الخبيث والعزو بالله عفونا الله وإياكم منه الله محمد يا رب أستاذ أنك مشرفنا من أهلين مسكندرية الأستاذ أحمد أهلم بيك أهلم سلام سلام تفضل نيدي عوصة الدكتورة بس على عرش البنجر للغنم بالخلفاء أحط كمية دي حسب العدد اللي عنده عدد على حسب العدد اللي عنده العدد العشرة عشرة يعني لكل راس بقى يعني مثلاً في اليوم خمسة كيلو مثلاً عشرة كيلو يعني خمسة كيلو تقريب كمان في أسلة تانية؟ لو هو بقى عنده نهم كمان اديله يعني أصل عرش البنجر بتدي لنسبة تسمين عالية خصوصاً لمقترات يعني كمان وهي أسلة تانية يا عصو زحمد؟ لا شكراً حضر تحت عمرك ربنا يطرح لك في المباركة إن شاء الله تعالى بإذن الله طيب في سؤال بالنسبة للتناسل أو طرق التناسل بالنسبة للقبل بقى اه احنا قلنا إن القبل حيوان عربي أصيل وليه زاكرة وده ما يميزه القبل ما يقدرش يتقاصر أو يعمل عملية التلقيح إلا في جو يعني إيه؟ يعني بيبقى بالليل محدش شايفه وبيبقى عنده صفة الغيرة قوية جداً 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 في عملية التلقيح الطبيعية بجانب الكرم في الحياة السمافي آه أيها يعني عمليات التلقيح عند القبل مختلفة معظمها بتبقى إيه؟ بالليل وبيبقى في غيرة جامدة جداً من أي حيوان تاني ياخد الأنسة بتاعته بيتبقى في شوية مشاكل شوية طيب إحنا عربنا على موسم لضاحي إن شاء الله تعالى وجمل أيها والقبل إحرق يعني من الأساسيات تلوقتي كمان طبعاً وانا أفضل طبعاً ثم الأبقار وهو محطوط بقوة في إستيحة الأضاحية إزاي أنا أختار القبل برضو بخبرتك اللي هو يمشي معنا ويبقى كده قدينا فريضة من الفراض أول حاجة إن عشان يبقى أضحية خمس سنين تمام؟ يعني لو أدلك أقل من خمسة يعني العمر عمره أقل من خمسة ما يبقى ده مش أضحية تمام؟ ده تكملة لحم تمام اللي يبقى صحيته بيبان أصلاً على الحيوان الصحة العامة اللي هو بيبقى رأسه مرفوعة ما فيش إفرازات كتير نازلة عينه مش فيها يعني عينه نصعة كده مفتح زي ما بيقولوا القوائم بتاعته مش بيعرج يعني إيه؟ الفحص الجيد ليه؟ للأضحية اللي هو أنه أنت تشوفه سليم مية في المية بس برضو شكل العام الجلد بتاعه يبقى لامع لامع مجدود مفوش الوبر مفوش مرض جدر آه فيه الوبر بتاعه الوبر بيسيبه ساعات أمراض طفيلية ودي من تدافع أو من قطر الحيوانات أثناء النقل من السودان مثلا أو الصومال أو لما بييجي فبيبقى فيه بقع كده انت برضو تخلي بالك منها لأنه برضو ده ده حاجة مش مطلوبة هو معمر دي معلومات بقى لينه بيقعد كم سنة؟ الجمل من قطر حالك عشرين سنة لا عشرين سنة أنا كنت قاريت في حاجة بتقعد خمس وخمسين سنة كعمر مش على آه يعني عمار يعني هي هو معمر وده برضو فيه أبحاث نحن بنعمل حاجة اسمها يعني مواد ضد الشيخوخة نحن بنحاول نتلحها منه وفيه كمان في العين العين عنده سبحان الله يعني فيه مواد بتطلع من عين أنا عايز بتحكي لنا الملا اللي مش عارفينه عنه لا أنا بكلم بساكل يعني مختصر العين فيه مواد برضو بتفرز منه ودي حاجة قوية جدا أنه بيبص على مساحات كبير الله طب ده فيه غبار وأتريبة طب بيبص إزاي فيه مواد بتطلع من العين دي بيتأوي النظر أنا بقولك وإحنا هنستفيل يعني ليه استفادات حاجات طبية أيوة ما هو ده الفكرة أن كل عنصر في الجمع طب رأزونا دكتور يأوي نظر البناء آدم يعني بيتاخذ طبعا بطريقة علمية وطبية وده بنحذر أن مش أنت بتاخد منه حاجة أنا بقول إحنا بنشتغل لكن أنا بكلم على الاستفادة العامة ممكن لا أنا بقول أن كل جزء إحنا بنعمل عليه أبحاث لسه يعني فيه جزء زي مثلاً اللبن إحنا عملنا منه كابسولات مناعية يعني رفع المناع إحنا دلوقتي مشكلة ودي موجودة في السوق جميع لأ لست دي أبحاث أبحاث يا جماعة إحنا شغالين فيها لأن إحنا دلوقتي الجمل كل الناس لازم تبتدي تخش وتاكل قبل لحوم القبل مع زرة مع أستاذ محمد بالنسبة للكبدة هو فيه ناس بتقولك يعني شديدة شوية لكن الفوائد بتاعتها كبيرة هو بالتعود بص أي أكل في الدنيا بتعود رقم واحد رقم اتنين إنت فيه خمسين ألف طريقة بتطهي بها الأكل فهم قصدي فيه حاجات دايب بكلام حضرتك بقى لهوان المصر اللي هي السيدات يعني وربات البيوت وليلهم بقى فهمهم لأن هي ثقافة ولا كان مبيمشيش معايا في الأطفال مهم جداً 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 واللي اللي عنده حساسية اللكتوز اللبن مهم جداً لأنه فيه نسبة كالسيوم عالية وحديد ضد الأنيميا والأنيميا هي مصدر الأمراض يعني لو واحد عند ضعف عام كل الأمراض هتخش عليه طيب ليه الثقافة يقولك مثلاً فيه بعض الأكل ما بينفحش معايا لحمة جمل بعض الأكل؟ آه يعني مثلاً طبيق معين أو خضار معين ماينفحش الطبيق على شربة لحمة الجمل أنا كده حتى لو مش احنا ما بعدناش عن الموضوع على فكرة لأن هي الست هتحتاج اللحمة الرجل هيروح يشتريها فالجزارة هيجيب أحنا بنتج للحم اللي هو عايز يستوي كلحمة يعني اللي هو قطع يعني ده ليه البعرور الصغير أو اللي هو يعني سنتين عند عمر سنتين ده بيبقى طعم جميل جداً وسهل في استوي هو يبدأ يدبح من أمتى؟ ممكن نبدأ دبح من سنتين بيبقى بقى لحمة طارية وبندي كده وجميل وبيستوي أكتر طعم لكن اللحوم الأخرى دي احنا طبعاً بنعملها اسمها ايه؟ بنعملها لحمة مفرومة أنت عايز أو ربة البيت أو الناس لازم تستفيد من المكونات اللي موجودة وتقدمها للبيت لأهل البيت عشان صحتهم احنا بنصرف على الأكل عشان ما نجيبش ما نصرفش على المرض ده أمراض أو ده صحيح دي حاجة مهمة جداً انت دلوقتي بيتأكل ولادك لحمة وطبعاً الأم مسؤولة طبعاً عن تربية الولاد والصحة العامة دلوقتي الولاد كله بيخش على الديليفري وأنا طبعاً من ضمن الناس يعني ده طيب فأنا بغير معاكم السيستم التغذية اللي هو يعني احنا بنجي بندور دلوقتي الثقافة تغير صحيح يعني ثقافة وبجانب النفية على الجزء التاني انت توفير أيها وهو أكثر صحة بالضبط ومش توفير قوي لأن الإقبال يبتدى على اللحوم القبل بعد كذا حلقات والناس يبتدت تفهم صحيح الإقبال بقى زاد طبعاً الطلب زاد والعرض للأسف قل يعني احنا دلوقتي لأبكار كتير جداً انت ممكن تشتري أبكار من كل يعني لحوم بقر من كل حتة لكن هل تعرف تشتري لحوم قبل لا مش من مناطق معينة بيباليها منطقة والجزر وحاجات معينة في بلبيس مثلاً أو في كرداسة أو في مناطق لكن صعب انت تلاقيه بس هو مهم جداً عشان كده انا بدعي الناس من خلال برنامج حضرتك ان كل الناس تتجه الى أكل لحوم القبل وشرب قلباني القبل وكمان في حاجة تاني في القبل اللي هو السنم بتاع القبل دهن السنم ده بقى ده بدل استمنا البلد طيب ونشوف راي برضو أهلين هاستاذينك مشرفنا من البحر الأحمر لأستاذ مصطفى أعلن بيك آه بحر الأحمر أستاذ مصطفى فضل يا فهم وعليكم السلام ورحمة الله استاذينك الصوت يعني بعد إذن حضرتك ازيك يا دكتور الحمد لله ازيك يا حضرتك استاذينك يا أستاذ مصطفى نوطي التلفزيون بعد إذنك تمام فضل كنت عايز أشأل على التخزي بتاعة الجمال إيه المزرعات اللي عندك حوالين المنطقة والله إحنا في الشلاتين عندنا الجمال في الشلاتين وعايزين نشتري نجيبها لجفة آه إيه الزرعات اللي حواليك يعني إيه الزرع اللي جنبك أو اللي حواليك الزرع الزرع البرسيم والتبن والدرة والحياة دي الناس أنت عارفاها بتغزي يعني على المعتاد طيب كوي يعني عزي المنتشر عندك يعني تقدر تجيبه تقدر تجيب برسيم تقدر تجيب دراء كده يعني أكيدا طيب تمام هو ده هو ده تغزيهة الجمال طب لا طب بالنسبة للسه مولود إزاي نتعامل معه هقول لك أنا بقى هي الحيطة دي بروفع لي كنت عايزة أقولها شوف يعني سنتو جايين احنا في الركنة بتاعت والبحر اللحمة الموجود أنا أقول لك بقى تعمل ايه مع المولود وتتجنب شكرا يا أستاذ مصطفى وهتسمع للجابة دلوقتي تحت تعمل بص بق دي أهم حاجة هو احنا تكلمنا على التسمين عشان ذكور طيب النوكة ولدت فجابت إيه اسمه حور أو حيران حور آآ الله آآ تمام آآ حتى الاسم جميل آآ بتاعت القابل بتبقى صغيرة وجميلة جدا على فكرة آآ وبتعالج من الأمراض النفسية عشان بس ده حتة كده ماشي هنقولها تاني آآ يعني النظر لها البقى نتبص آآ والتعامل معاها تمام بتشيل أمراض نفسية ما شاء الله آآ آآ بنكاء أو علاج التوحد وحاجات كده بنشرب اللبن في حاجات تاني كده تمام المهم يعني فأنا عند الوقتي تولد الحور عندي فاحنا لازم نوقفه أول حاجة لازم نساعده إن نوقف تمام آآ تمام ونفحصه ونشوف رجليه والمولود آآ تمام ون نحمله على الأم على طول علشان نسترسوبه ده أهم حاجة في الإنتاج عشان تضمن إن الحور ده ما يحصلهش إيه نفوق اللي عايزه بالله لأ نفوق على طول بمجرد ما يتولد تحاول تخليه يتعامل مع وإيه وتحمله على الأم النهاقة عشان يرضع إيه استرسوب وإصبر عليه وكل شيء مش اللي هو زي البقرة اللي هو بيلزق كده لخطاف لأ ده بيعد يعمل كده وينزق ويعمل كده وينزق فليه طريقة وليه طبيعة فأنت أصبر عليه لازم تديله استرسوب ده رقم واحد اليوم التاني المواد الفعالة اللي في استرسوب بتقل إيه واحدة وواحدة تمام؟ تمام بعد كده انت بتحمله بتخليه مع الأم على طول علشان يبتدي يشرب خلي بالك بتبتدي بقى تفصله عن الأم بعد الشهر الآيه التاني شوية عشان كمية اللبن لو زادت قوي هتجيب له اسهلات ودي بيعاني منها معظم مربين القبل مش مدرك المعلومة دي فبيخليه بالطبيعة معهم يعني حاول ايه بتدرجوا هما طبعا خبرة فهم بندرجوا مع الأم وهو بيتعلم من أمه ازاي بتاكل ازاي بتعمل هي بتعلمه يعني فطرة فطرة اه لكن أم الناقة كأم يعني رائعة في العطاء بعد كده بنبتدي نعوده واحدة واحدة بندخله على الأكل على ايه عمر ست شهور كده عمر ست شهور وبيرضع فاحنا بندخله حاجة عاجة بسيطة شوية دريس شوية دورة على في مركز أكتر من الحاجات شوية واحدة واحدة لغاية ما نبتدي نفصله عن الأم طب الإسهلات الإسهلات فيه بودرة ودي الناس كلها كبتسألني عليها إن الإسهلات كتير قوي وبتسبب نفوق للإيه للنتاج اللي طالع ففيه بودرة احنا بنستخدمها في المركز بنحطها في المية فبيشربوها ودي بتقضي على الإسهل البودرة دي اسمها بايو دايرسين تمام ماشي فدي طريقة التعامل مع الحران لغاية ما توصل وتوقف عند ست شهور وتبتدي يتقدم لها بقى ايه الأكل الرعاية مهمة جدا استمتعت والله بالحلقة الحلوة حطرتك كلمة بحمية وإن شاء الله تعالى بإذن الله ترجع ثقافة من الفوائد اللي حضرتك كثير بتوليها بالنسبة للقبل وبالنسبة للحوم وإن شاء الله تعالى ببالينا حلقة وحلقات تانية تحية لك يا دخولة أنا سعيت جدا ملقا حضرتك مشاهدين خلصت حلقة النهاردة من بيت الخبرة المرش الزراعي وتكلمنا على ناقة الصحراء هذه العطاءة اللي هي جاتت في الشعر وكانت غذل كمان وكانت دليل على الكرم عرفنا النهاردة من ضفتنا الكريمة دكتورة فاطمة رمضان اللي تكلمت على الفوائد المهمة جدا جدا في لحوم والبان القبل ياريت نراجع ثقافتنا تاني ونغيرها نجرب تاني إن شاء الله تعالى بإذن الله وترجع هذه الثروة الحيوانية الأكثر من مهمة نشوفكم في حلقة جديدة من بيت الخبرة المرشد الزراعي في أمان الله اشتركوا في القناة